البنك السعودي للتسليف والإدخار صرح أقامته الدولة من أجل إقراض المواطنين لأغراض اجتماعية أو مهنية أو اقتصادية رفعت الدولة رأس مال البنك في العام الماضي من 6 مليارات إلى أن أصبح رأس مال البنك 36 مليار ريال فكانت شمعة حياة المواطنين التي أطفئت بعد قرار يقضي بإقفال فرعي البنك في محافظة الزلفي ومحافظة الشقرة كيف الآن يغلاق مفاجئ؟ هذا خطأ لا بد في دراسة مسبقة وعداد مسبقة وبرامج مسبقة وإعلانات مسبقة أخذ أراء الناس بس بخلال يومين يغلاقوا خلاص نطمع إلى فرع يخدم المنطقة حكم أدد السكان أكثر من 70 ألف نسمة فهم بحاجة مو بحاجة أنهم يروحون يعذبون المناطق بعيدة عنهم إذا كان هذا القرار مبني على استراتيجية متكاملة وفعلا صحيحة وفعلا تستهدف الحد من الهدر المالي ونحو ذلك من الأشياء فلا أقل من الموظفين التابعين لبنك التسليف أنهم لا يخرجون إلى الشارع في هذه الفلة السكنية المستأجرة جمعت ثلاث دوائر حكومية كانت لوحة البنك تطل على استحياء من الداخل تقاسمت كل دائرة غرفة أو يزيد الدولة تتوسع جدا توسعت الآن في التعليم وضعت في كل محافظة جامعة تقريبا في هذا وإلا كانت متكدسين في فتكدس المواطنين في بقعة معينة ومكان معينة ومدينة معينة لا شك أن هذا ليس في الصالح علل البنك سبب الإغلاق ونقل الموظفين إلى محافظة المجمعة إلى توجه البنك نحو التقديم الإلكتروني وكأنها تناست كبار السن الذي حالت دونهم تلك الخطوة بحجة أنهم يقولون أن هذا البنك خدماته موجودة بالإلكترونية ولكن هل كل الناس يحصنون الدخول على هذا الموقع أو يحصنون أداءه؟ لا تكبد الموظفون والمراجعون عناء السفر في ظل توجه الحكومة إلى تعزيز الهجرة العكسية بتوفير الدوائر الحكومية في محل إقامتهم مما جعل أهالي محافظة شقرة في استياء مماثل فيه ثلاث موظفين من أهالي شقرة تحقق لهم الاستقرار الوظيفي في بلدهم الآن يتكبدون عناء السفر للمجمعة للدوام في مدينة المجمعة بأي حق؟ خادم الحرمين الشريفين دائما يحث كل السلطات والمسؤولين التنفيذيين على أن يخدموا المواطن في كل زاوية من زوايا الوطن ولكن يبدو الله أعلم أن هناك من لا يستطيع أن يتماشى أو على الأقل أن يواكب هذه المكارم الملكية وهذه التقدم الحكومي على مجمل هؤلاء الناس يعني الناس تباشروا به منذ سنة فقط أو سنتين وثم يغلق فلماذا يفتح حساساً لو كان يدل على أن هناك عدم دراسة فأغلقت أبواب غيث كانت لمراكب المواطنين وسيلة عبور نحو حياة كريمة عمر النشوان الثامن من مواطنين